نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء متى ما تداوله من أنباء بشأن إهدار مليارات الجنيهات على المشروع القومي لتأهيل الترع دون وجود خطة موحدة لتنفيذ أعماله وقد قام إعلامي مجلس الوزراء بتواصل مع وزارة الموارد المائية والرأي والتي أوضحت أن المشروع القومي لتأهيل الترع يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تتبنها الدولة لخدمة المنظومة المائية وحل مشاكل المزارعين من خلال توصيل مياه رايل لنهايات الترع دون عوائق وبالكميات المطلوبة وبما يحقق عدالة توزيع بين الأراضي الزراعية